السلام عليكم أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في محاضرة جديدة بعنوان أنواع البناء أنواع البناء في اللغة العربية أربعة إما بناء على السكون وإما بناء على الفتح وإما بناء على الضم وإما بناء على الكسر هذه أنواع البناء في اللغة العربية أولا البناء على السكون البناء على السكون هو أخف أنواع البناء وهو الأصل لأنه أخف من الحركة لأن السكون ضد الحركة لأن السكون ضد الحركة ولأنه خفيف دخل في الإسم وفي الفعل وفي الحرف مثل أكتب فعل الأمر مبني على السكون كم اسم استفهام مبني على السكون من حرف جر مبني على السكون ودخل على الفعل ودخل على الاسم ودخل على الحرف وورد ذلك في آية في قول الله تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فالفعل سل مبني على السكون والاسم كم مبنية على السكون وحرف الجر من مبني على السكون وذلك لخفة السكون فدخل الاسم والفعل والحرف ولكن قد يتحرك أو قد يحرك الكلمة تحرك الكلمة المبنية للتخلص من التقاء الساكنين كقول الله تعالى قال تيم مرأة العزيز قال تيم قال تيم مرأة العزيز كان أصل الكلمة قالت التاء مبنية التاء هنا مبنية على السكون التأنيث ولكن حركت بالكسر لالتقاء الساكنين وهو ممنوع في لغة العربي أو في كلام العربي إلا في حالات خاصة وقد يكون التحريك هنا حرك بالكسر قال تيم تحولت البناء على الكسر إلى سكون عارض وقد يكون يحرك بالضم أيضا للتخلص من التقاء الساكنين كقول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا أصل الكلمة هم مبنية على السكون ثم التقى ساكنان هم وأول الكلمة الذين لم هنا ساكنة فلالتخلص من التقاء الساكنين حرك السكون إلى الضم وقد يكون بالفتح كقول الله تعالى ومن الناس ومن الناس من يقول آمنه من كانت من ساكنة النون فتحت وجاء عليها سكون فتح عارض للتخلص من التقاء الساكنين وحرك هنا بالفتح لا بغيره لأن الميمة لأن الميمة في من مكسورة فكرها اجتماع كسرتين والكسرة ثقيلة كريا اجتماعهما في كلمة واحدة أما البناء على الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون وأيضا خفيف مثلها ولذلك دخل الإسم والحرف والفعل فالإسم إسم الاستفهام كيف مبني على الفتح والفعل قام مبنيون على الفتح ووو العطف ووو مبنية على الفتح لأن الفتح خفيف فدخل الإسم والفعل والحرف وورد ذلك في قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن اسم ظرف ظرف زمان مبنيون على الفتح لأن الفتح خفيف دخل الإسم وعلم ووو العطف مبنية على الفتح وعلم أيضا فعل ماضي مبنيون على الفتح وأن كذلك حرف مبنيون على الفتح وذلك لخفة الفتح أما الضم وهو أثقل وهو ثقيل ولذلك دخل الإسم والحرف دون الفعل على رأي من أعراء النحاة فدخل حيث ظرف وهي اسم مبني على الضم ومنذ على اعتبار أنها حرف جر عند بعض العرب أما قد يسأل سائل أما قلنا قبل ذلك أن الفعل حضر مثلا أو الفعل الماضي يبنى على الضم عند اتصال بواوي الجماعة فهو على رأي من أراء النحاة هذا ضم عارض لما لواوي الجماعة البناء على الكسر وهو ثقيل ودائما الشيء الثقيل أو الإنسان حتى الثقيل تجد الناس يفرون منه فكذلك البناء على الكسر لأن البناء على الكسر كثير يفر منه كثير من الكلمات فهو دخل الإسم والحرف دون الفعل لماذا لأن الفعل ثقيل والبناء على الكسر ثقيل فثقيلا يجتمعان فيها يعني فيها مشكلة معيه في اللغة فلذلك لم يدخل البناء على الكسر لم يرد فعل في اللغة العربية مبني على الكسر مطلقا لثقل الكسر ولثقل الفعل ففي الإسم في قول الله تعالى أو في مثال مثلا هؤلاء في كلمة هؤلاء هذا اسم هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر كذلك دخل الحرف الباء من حرف الجر تقول مررت بي بي يزيد بي يزيد فالباء هنا حرف جر مبني على الكسر ولأن الكسر ثقيل لم يدخل على الفعل واكتفى بدخوله على الإسم وعلى الحرف وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر